بونجور النهاردة ان شاء الله فيديو جديد لتاني عدد لغات منهج بيانفني هناخد فيه لفعب افعال فعب وفعب جوي تابعونا وارجعنا لكم مرة تانية قبل من نبدأ الفيديو بتاعنا متنسوش ضروري جدا اللايك بتاعكم على الفيديو تمام يلا بقى نبدأ في الشرح بتاعنا على طول يلا بينا النهاردة زي ما قلنا في أول الفيديو ان شاء الله هناخد فيه بفعب فعب هنا بمعنى يمارس تمام هناخد أول حاجة تصريفه طبعا هنا قلنا فيه بمعنى يمارس لما قول جوفي انا امارس توفي انت تمارس الفي او الفي هي تمارس طبعا هنا بمعنى يمارس هنا في الوحدة عشان ايه يعني مرتبطة بالرياضة وكده فبنستخدم فيه بفعب فعب تمام فهنا بمعنى يمارس نوفوزون نحن نمارس تمام وفات انتم تمارسوا ايه اللي فان او الفان هم او هن يمارسوا فارب فاغ زي ما قلنا احنا بنستخدمه عشان نتكلم عن ايه الالعاب الرياضية اللي احنا بنمارسها فارب فاغ بيستخدم مدبوعا بادوات تجزئة قبل اسماء الالعاب الرياضية التي تمارس بانتظام يعني ايه الكلام ده يعني فاغ بفاغ بيجي معاه ادوات التجزئة اللي هي ايه نفتكر كده اللي هي ديو تمام لو الكلمة اللي بعدها مفرد مذكر فهناخد ديو اللي هي بالأو دولا تمام لو اللي بعدها مؤنس ديو الأباستخوف لو اللي بعدها بيدي بحرف متحرك وبعدين دي للجامة يعني ايجزامبل لما اقول جوفي ديو تينيس جوفي انا امارس تنس لعبة الايه التنس هنا تينيس جات هنا كلمة طبعا مذكرة فبالتالي خدنا هنا اداة التجزئة ديو اللي بالأو تمام بالشكل انتو شايفينه ده طيب في حاجة بقى قاعدة بتقول ان لما بنيجي ننفي ادوات يعني عندها نافية تمام ادوات التجزئة دي بتتحول الى ايه د او د او د او د يعني ايه الكلام ده برضو لما اقول يعني مثلا انا عايزة انفي الجملة اللي احنا قلناها دلوقتي اللي هي جوفي ديو تينيس حابة اننا نفيها اعمل ايه طبعا احنا نافية نفتكر ان احنا كنا بنحط الفعل ما بين النه والبا تمام يبقى هنقول جون في با نقف بقى هنا كان فيه مكتوب ديو تينيس ديو اللي هي بالأو اللي هي باليو يعني بالانجلش تمام لا هنا بقى هنراجع على الاصلة هتبقى د العادية خالص تمام يبقى د تينيس طيب لو اللعبة كانت مسلا المؤنس فهنكون هنقول دولا تمام؟ مثلا يعني دولاناتاسيون السباحة مثلا فهمين هي دي الفكرة تاني فرب معنا النهاردة هو فعل جوي جوي بمعنى يلعب طبعا جوجو أنا ألعب تجو أنت تلعب إل جو هو يلعب أل جو هي تلعب نجو نحن نلعب فوجوي أنتم تلعبوا إل جو أو أل جو يعني ايه؟ يعني هم أو هن يلعبوا تمام؟ فعل جوي نخلي بالنا ان هو دايما بيبقى مدبوع بحرف الجر أ تمام؟ امتى بقى أمام أسماء العلعاب الرياضية اللي احنا بنمارسها بانتظام؟ طبعا حرف الجر أ يعني ممكن يتغير حسب الرياضة اللي بتيجي بعدها أو الاسم اللي بيجي بعدها يعني ممكن نقول إيه؟ جوي أ ممكن نقول جوي أو ممكن نقول أل أباستخوف أو في حالة الجامعة تبقى إيه أو اللي هي A-U-X يعني ناخد إكزامبل بسيط جدا عشان يوضح لنا الكلام ده لما أقول مثلا جوجو أو تينيس تمام؟ أنا ألعاب تينيس هنا تينيس دي طبعا يعني الرياضة دي ايه مذكرة فبالتالي خدنا قبلها حرف حرف ايه أو تمام؟ يبقى احفظوها كده إن فغب جوي بيجي بعده حرف الجر ايه؟ أو 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 أل أباستخوف أو اللي هي A-U-X حاجة بقى مهمة ناخد بالنا منها جدا إن في أفعال أفعال كده معينة الأفعال دي بنستخدمها قبل الألعاب الرياضية تمام؟ الأفعال دي بتبقى مدبوعة بأداة معرفة اللي هي ايه أداة مع أدوات المعرفة اللي هي L-U-L-A-L-E تمام؟ إيه هي الأفعال دي؟ الأفعال دي هي فغب أمي يحب وبنقول عليها أفعال الميول تمام؟ يعني حاجات إحنا اللي بنحبها أو بنكرهها أو تمام؟ نعشاقها اللي هي الميول يعني ما أقول فغب أمي يحب بخيفغي يفضل أدوغي يعشق بختيكي يمارس ديتستي يكره كل دي الأفعال اللي إحنا قلنا عليها إن هي بتيجي إيه مدبوعة بأداة معرفة إكزامبل عشان نفهم أكتر لما أقول جو بخيفاغ لو فوتبول أنا أفضل قراط القدم ليه هنا؟ ليه يعني قلنا ل إيش معنى؟ يعني ليه ما قلناش أي أداة تانية أو أي حرف جر تانية أو كده لا إحنا قلنا هنا أداة معرفة اللي هي ل تمام؟ ليه عشان هنا في فغب بخيفاغ اللي هو بخيفاغي اللي هو يفضل وده فعل أحد أفعال الميول اللي إحنا قلنا عليها دلوقتي فبالتالي وطبعا فوتبول كلمة مذكرة فبالتالي خدنا أداة معرفة له طيب إكزامبل تاني لما أقول جو ديتست لاناتاسيون أنا بكره السباحة هنا فبالتالي اللي هو ديتستي يكره ده برضو أحد الأفعال اللي إحنا قلنا عليها دلوقتي إن بيجي بعده أداة معرفة طيب نبص بقى كلمة ناتاسيون السباحة كلمة مؤنسة فبالتالي هياخد أداة المعرفة لا تعالوا بقى نحل أسئلة مع بعض عشان نفهم أكتر إليم هو يحب نقط باسكت لا ولا أو ولا ديو نختار إيه؟ نبص على الفعل بتاعنا هو فغب إيمي يحب ده أحد أفعالي الميول اللي إحنا لسه يلينه من شوية وكلمة باسكت طبعا كلمة مذكرة يبقى له على طول أداة معرفة مدام أحد الأفعال الميول دي بيجي بعدها على طول أداة معرفة يبقى نختار ل طيب تاني أكزامبل أو تاني سؤال سيلين نوفي با جو دو دو ولا ل ولا دو نختار إيه؟ نخلي بالنا هنا أنا كتبالكو هنا أهون في نافية نو با تمام؟ احنا قلنا في النافية إن الأداوات التجزئة بتحاول إلي إيه؟ إلي دو يبقى هنا هنختار دو نموغو تخوا جوفي فوتبول هنا هنختار إيه؟ ده فغب فاغ اللي هو يمارس يبقى هنا طبعا فوتبول كلمة مذكرة يبقى دو تمام؟ جوفي دو فوتبول لك جو تانيس دو ولا أو ولا ل طبعا هنا فغب جوي تمام؟ احنا قلنا على طول جوي بيجي بعدها حرف الجور إيه؟ أو بأشكالها يعني حسب بقى الإسم اللي بعدها هنا تينيس كلمة مذكرة يبقى هنختار هنا أو تمام؟ طيب بعد كده نموغو سانك جوفي ناتاسيون طبعا ده فغب فاغ أول حاجة عين نتيجي يعني نتيجة على إيه كلمة اللي هو الفعل اللي هو فغب فاغ تمام؟ نفتكر بقى فاغ كان بياخد إيه؟ اللي هي دو وأشكال هبقى فاكرين طيب يبقى هنشوف كلمة ناتاسيون السباحة كلمة مؤنسة يبقى نختار دو لا نموغو سيس الفان فوليبول فان ده فاغ بردو نفتكر يبقى دو وأشكالها ويعني تمام؟ نختار بقى هنا كلمة فوليبول يبقى كلمة يبقى دي طبعا مذكرة كلمة فوليبول يبقى هنختار دو اللي بالأو تمام؟ كده نكوني انتهينا من الفيديو بتاعنا النهاردة يارب بتكونوا استفدتوا لو أجابكم الفيديو بقى ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو وشايروه كتير جدا عشان يوصل لأكبر عدد ممكن وإيه كمان؟ وقول لي ما اشتركش في القناة ينورنا واشترك ويفعل علامة الجرس واختروا منها كلمة الكل ونضموا الجروب بتاعنا على الفيس بوك وعلى الصفحات بتاعتنا في الاخرى اقول لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة